تم اليوم إخلاء 296 شخصاً بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لأسبوعين في فندق الريجنسي في العاصمة عمان حيث تمت عمليات الإخلاء بسيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية لتبدأ مرحلة الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ضمن الإجراءات الوقائية المطلوبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والله التعامل والخدمات كانت كلها تمام تمام الحمد لله رب العالمين والله يعطيهم ألف عافية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والحمد لله كل شيء كان تمام والتعامل ما شاء الله كانت حلوة كثير ومريحة جداً حلو الواحد أن أقعد مع نفسه شوي الوتيل كان كثير متعاون معنا كثير خدوم وقوات المسلحة كانوا كثير لطفاء معنا والدكاترا حتى لما أخذوا مننا الفحص كانوا سريعين واحترافيين بشكل مش طبيعي تفحصونا أول ما وصلنا سألونا كل واحد إسمه إذا عندنا أعراض أو لا بعدين لما تأخرنا بالحجر إجوا الدكاترا أخذوا مننا عينة عشان يفحصونا إذا إحنا عندنا حاملين الفيروس أو لا كانت عندك عبارة عن عملية فحص دوري شكل دوري بالنسبة أول إشي للأعراض الرئيسية من حرارة ومن هاي الأمور تمام وطبعاً كان فيه طاقم طبي متواجد تمام في حال مثلاً لا أصمح الله صار ما صار إن كانت تترين عنهم تريفون موجدين ومتعاونين جداً تمام وآخر فترة اللي كان في عنا الفحص عبارة الفحص البي سي ار فالأمور رحمد الله مين في مين